أخذت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة بمجلس النواب اجتماعها الأول مساء اليوم حيث تم إقرار ضوابط وآليات العمل بهدف إنجاز التقرير على أكمل وجه وأكد نائب علي العراضي النائب الأول رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة أنه تم في الاجتماع شرح المدد التنظيمية واستعراض مهام عمل اللجنة وفق الإجراءات الدستورية والمبنية في المادة السادسة والأربعين من دستور مملكة البحرين والمذكرة التفسيرية لها وأضاف العراضي أن اللجنة توافقت على عقد اجتماعات يومية لأعمالها وكذلك طلب عقد اجتماعات مشتركة مع ممثلية الحكومة إذا دعت الحاجة وذلك عند مناقشتها كل لمحور من محاور برنامج العمل الستة للوقوف على مزيد من التفاصيل والإجابة على تساؤلات والسفسارات السادة النواب كما توافقت اللجنة على دعوة ممثلية الحكومة في اجتماع موسع لتقديم شرح مفصل والسعراض البرنامج ككل وسيتم في ذلك الاجتماع دعوة أعضاء المجلس لحضور هذه الاجتماعات وأوضح العراضي أن اللجنة قد طلبت من السادة أعضاء مجلس النواب تزويدها بكافة ملاحظاتهم ووجهات نظرهم ومرأياتهم حول برنامج عامل الحكومة وفي موعد أقصى الأحد القادم وأشار العراضي أن اللجنة اتفقت على الاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها مثل خطاب التكليف للحكومة والخطاب السامي لجلالة الملكة المفدة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وغيرها من الوثائق وقررت اللجنة وضع خطة الجدول الزمني لعملها خلال الاجتماع الذي ستعقده غدا الخميسة وستواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل يومي لإنجاز عملها بكل أمانة ومسؤولية والتزامها بالمدد الدستورية وأكد العراضي أن اللجنة ستبذل قصار جهدها في دراسة برنامج عمل الحكومة وتتطلع لتعاون مثمر وفعل من الحكومة المؤقرة في إنجاح هذه الممارسات الدستورية الرائدة تحقيقا لتطلعات المشروع الإصلاحي دعما للمسيرة الديمقراطية يذكر أن المادة السادسة والأربعين من دستوري مملكة البحرين التي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة عمله التشريعية والرقابية ودراسة برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه لمنح الثقة وعدم منح الثقة للبرنامج